موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود دخلت الحرب الكلامية والصدمية بين جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة المحظورة كما يسميها النظام الحاكم في مصر وبين الحزب الوطني الحاكم وأجهزة الأمن مرحلة جديدة باتهام رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المنتهي ولايته الدكتور سعد الكتتني لأنصار مرشح الحزب الوطني الحاكم في المينيا بمحاولة اغتياله في الوقت الذي يواصل فيه بعض البرلمانيين من الإخوان اعتصامهم في مجلس الشعب احتجاجا على استبعادهم من الترشيح مع إعلان الجماعة عن اعتقال المئات من مناصرها ومنع مسيراتها الانتخابية وذلك قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري يوم الأحاد القادم وفي الوقت الذي طلب فيه كثير من الإخوان المسلمين بينهم قيادة في مصر والخارج جماعة الإخوان بالانسحاب من العملية الانتخابية احتجاجا على ما يحدث وحقنا للدماء فإن قيادة الإخوان قررت أن تواصل المعركة إلى النهاية رغم إعلانها أن الانتخابات تم تزويرها قبل أن تبدأ وذلك وسط تكهنات لكثير من المراقبين بأن الانتخابات القادمة ربما تكون الأعنف خلال العقود الأخيرة لا سيما بين الإخوان والحزب الحاكم وأجهزة الأمن بل حتى بين عضاء الحزب الحاكم المتنافسين ضد بعضهم البعض في كثير من الدوائر حيث قتل أربعة من أنصار المرشحين حتى الآن وفي حلقة اليوم نحاول التعرف على الأسباب التي تدفع جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة المحظورة كما يطلق عليها النظام إلى الاستمرار في خوض الانتخابات رغم الانتقادات والاتهامات التي توجهها للنظام ورؤيتها لمستقبل مصر والانتخابات الرئاسية القادمة وذلك في حوار مباشر مع المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي ولد في مدينة المحلة الكبرى عام 1943 تخرج من كلية الطب البيطري وحصل على الدكتوراه عام 79 وعين مدرسا في كلية الطب البيطري في جامعة الزقازيق حصل على درجة الأستاذية وأصبح أستاذا للطب البيطري في كلية الطب جامعة القاهرة فرعبان السويف عام 87 أصبح بعدها رئيسا لقسم الباثولوجي لدورتين ثم وكلا للكلية لشؤون الدراسات العليا لدورة واحدة أشرف على 15 رسالة للماجستير و12 رسالة للدكتوراه وعشرات الأبحاث العلمية في مجال تخصصه أصبح أمينا عاما لنقابة الأطباء البيطرين في مصر لدورتين وأضج اسمه في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الاستعلامات المصرية عام 1999 كواحد من أعظم مئة عالم عربي انتم مبكرا إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتقل عام 1965 دمن تنظيم الإخوان الذي عرف باسم تنظيم الشهيد سيد قطب حكم عليه بالسجن 15 عاما قضى منها 9 أعوام وأفرج عنه في إبريل عام 1974 اعتقل مرة ثانية عام 98 وقضى 75 يوما في السجن ثم في العام 99 وقضى ثلاث سنوات ثم في إبريل من العام 2008 وقضى شهرا واحدا اختير عضوا في مكتب الإرشاد في مصر عام 96 ثم عضوا في مكتب الإرشاد للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين عام 2007 ثم مرشدا عاما للإخوان المسلمين في يناير الماضي ولمشاهدين العربين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هاتف البرنامج التي ستظهر اتباعا على الشاشة فضلت المرشد مرحبا بك حياك الله يا سيد عام ما الذي تمثله الانتخابات البرلمانية القادمة بالنسبة للإخوان المسلمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تمثل لجماعة الإخوان المسلمين نافزة لنطل منها على شعبنا الكريم ونعيش معه في دوائره الانتخابية ونقدم له أفضل ما عندنا من نماذج تستطيع أن تحمل عب هذه المسئولية السياسية في البرلمان وهو الأسلوب السلمي للتغيير بوصول أعضاء إلى البرلمان لرفع صوت الجماعة والوقوف في وجه الفساد والاستبداد حتى يتم لمصر ما نتمنه لها من تغيير الحال الذي نحن عليه الآن والذي يؤرق كل إنسان مخلص وطني في داخل مصر وفي خارجها لما راه من حال وصل بها الحزب الوطني إلى هذا الدرك لكنك أصدرت بيانا أول أمس قلت فيه إن الانتخابات قد بدأ تزويرها قبل أن تبدأ لماذا تشاركون في انتخابات كما وصفتها أنت مزورة؟ نعم المؤشرات التي ظهرت حتى الآن تؤكد أن هذا النظام وهذا الحزب أدمن التزوير لأنه لا يستطيع منافسة حرة شريفة مع خصومه السياسيين فليوجد حزب في الدنيا يصوت له أموات ليوجد حزب في الدنيا يقدم على مقعد واحد أكثر من خمسة مرشحين ليوجد حزب في الدنيا يقوم بهذه الإجراءات تجاه خصومه باعتقال ومداهمات للمنازل واستيلاء على ممتلكات ومصادرة شركات ملكية خاصة وعدم احترام لقرارات وقوانين ودستور أقسموا عليه أن يحترموه وكذلك إهدار لأحكام قضاء صدرت وما زالت تصدر حتى هذا اليوم رغم كل هذا نحن نرى أنه لا يوجد إلا مجال النضال الدستوري القانوني كي نحصل على حقنا وعلى حق هذا الشعب المصري المهضومة والمسلوبة لكن الحزب الحاكم يتهمكم بأنكم تخرقون القوانين والأنظمة تشاركون في الانتخابات لمجرد الظهور ومجرد استغلال الانتخابات كنافذة للوصول إلى الناس وأنتم جماعة محظورة هذا حق دستوري قانوني لكل إنسان مصري علينا أن نقدم أنفسنا والشعب وحده هو الذي يكون صاحب القرار هذه أسس الديمقراطية التي يتشدقون بها وهذه أسس المواطنة التي يصدعون بها رؤوسنا صباح مساء دكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الحاكم رد على البيان الذي أصدرته قبل يومين وقال إن كلام الإخوان يعبر عن شعور بانصراف الناس عنهم الفيصل هو الشارع الناس في شوارع مصر كلها حضرها وريفها في عواصم المحافظات وفي القرى والنجوع وأعتقد لو سمح لكم بالتصوير الحي الذي منع من أجل هذا ستنقلون الصورة الحية لمشاعر الشعب المصري لكل مرشحين في كل الدوائر أرجو أن ينقل الأمر حقيقة من الواقع الذي في شارع المصري وفي الدوائر المصرية كما هو الحال ما الذي يدفع الناس إلى الالتفاف حول الإخوان كما تقول أنت أو منح الإخوان أصواته في الانتخابات الماضية في 2005 حصل الإخوان على أكثر من 2 مليون صوت وما يقرب 2 مليون ونصف كمان دكتور مفيد شهاب كان يجلس مكانك في الأسبوع الماضي هنا وقال أن هذا الذي منح للإخوان كان بسبب ربما نكاية في الحكومة أو ربما لعد موجود أحزاب سياسية حقيقية الأحزاب السياسية الحقيقية الآن في منافسة هل تركوا لها المجال كي تنافسها منافسة شريفة؟ أم بدأ الالتفاف عليها من الآن؟ وبدأت المواجهة لجميع المرشحين حتى لا ينفذ إلى مجلس الشعب إلا موافقهم عليه نحن نطالب بحقنا بل بحق كل المصريين أن يترك لهم حرية الاختيار فهذا حق أصيل يا من يتشدقون بالديمقراطية والمواطنة نحن بيننا وبينهم الشارع والناخب المصري صاحب القرار الحقيقي والوحيد كان لكم 88 عضوا أي ما يقرب من 20% من أعضاء المجلس الماضي ومع ذلك لم يستطيع أن يقفوا تشريعا أو يصدروا تشريعا أو يقفوا ضد مفسدة أو ضد مظلمة إلا بالكلام فقط إذا كان كل دور الإخوان من خلال مجلس الشعب هو الكلام وليس التأثير الفعلي في أي مصار من مصارات السياسة القائمة لماذا تحرصون على التواجد في مجلس الشعب وأنت كما تقول الانتخابات ستكون مزورة وتتهم الحزب الحاكم بالاستبدال أعتقد أن المنصف المتابع لنشاط الإخوة أعضاء مجلس الشعب في الدورة الماضية سيجد معلومات دقيقة مسجلة في المضابط أن هذا العدد الذي هو يمثل خمس أعضاء مجلس الشعب حصل على الوسائل الرقابية وأدى أداء رقابيا وتشريعيا يساوي استعمال كل وسائل الرقابة لنصف الأعضاء من مجلس الشعب خمسين في المئة من الوسائل الرقابية قام بها هذا العدد من الإخوان المسلمين لكن لم يغير شيئا نعم الأغلبية الميكانيكية التي عندما يعرض عليها أمر تجد فيه مصلحة مصر يجب عليها أن تنحاز إلى هذا الرأي لا أن تقف في وجهه بموافقة بأغلبية ميكانيكية وأضرب مثالا أحد الإخوة أعضاء المجلس نبه المجلس إلى وجود أربع أضعاف الميزانية المصرية ليست تحت رقابة مجلس الشعب في الصناديق الخاصة وقال لهم بالتحديد أرجو أن يلحق المجلس نفسه مبكرا وأن يكون عنده وسيلة مراقبة حتى يكون متابعا لهذه الصناديق الخاصة وضع هذه الصناديق الخاصة مبكرا تحت الرقابة سيخرج الحرج ويرفع الحرج ويخرجنا من دائرة المحاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولم يستجب المجلس لهذه النصيحة من هذا العضو المخلص الذي أراد أن ينصح المجلس ماذا حدث جاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأدان المجلس في أنه ترك هذه الصناديق التي تمثل أربع أضعاف الميزانية المصرية ولم يستجب نصيحة هذا العضو المفروض هذا المجلس عندما يسمع نصيحة ولو من فرد واحد لا أقول من 88 عضو يجب عليه أن ينزل عليها حفاظا على مصلحة البلد اللواء فؤاد علام الذي يوصف بأنه عدوكم اللدود قال في تصريحات نشرت أول أمس أن الإخوان سوف يلجأون إلى الأسلحة وإلى المتفجرات لإشعال الشارع وتشويه الانتخابات البرلمانية أمام دول العالم أولا أنا أعتقد أن شهادة اللواء فؤاد علام يجب أن تكون مردودة لأنه لا تقبل له شهادة وهو مشارك في التعذيب بل وفي قتل الإخوان المسلمين أنت تتهمه بالتعذيب والقتل وشهود القتل والتعذيب موجودون أنت تتهم فؤاد علام بالتعذيب والقتل هو مشارك في التعذيب إخوة على قيد الحياة الآن وأعتقد أن شهود قتله للأخ كمال السنانيري ما زالوا على قيد الحياة أما حديثه الآخر يعني فؤاد علام متهم بقتل فؤاد السنانيري كمال السنانيري كمال السنانيري نعم سنة 81 ولو جاءت الإمكانيات أن نرفع هذه القضية عليه والأدلة موجودة لكن ليس هذا وقتها الآن أتحدث عن كلامه هو هو الذي قال وبالتصريح الرسمي له أنه لو الإخوان المسلمين وصلوا إلى سدة الحكم ستتغير المعاملة مع العدو الصهيوني مئة مئة في المئة ما حرصه هذا على العلاقة الطيبة بالعدو الصهيوني هذا الرجل شهادته مردودة لأنه له تاريخ في تعذيب الإخوان المسلمين في سجون مصر الآن في تقارير كثيرة تقول أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات دموية قتل أربعة أشخاص حتى الآن من أنصار المرشحين بعض الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب بتعرض لمحاولة اغتيال حسب كلامه نشرت في الصحف اليوم هناك إشارات كثيرة إلى أن هناك فتن سيكون الإخوان سببا فيها وبعض المراقبين خرجوا في التلفزيون الرسمي المصري وقال ربما يتعرض الإخوان إلى محنة بعد هذه الانتخابات تفوق ما حدث لهم في 65 وفي 54 لماذا لا تنسحبوا وقدا لدماء الإخوان ودماء الشعب وإذا كان الحزب الوطني سيزور كما تقولون بتتركوا ويزور الانتخابات وخلاص أنا أتعجب ممن يأتي للضحية كي يقول له لا تقف في وجه القاتل حتى لا يقتلك من الذي يريق الدماء؟ من الذي يمنع المسيرات السلمية كي يحصل المرشحون من الإخوان المسلمين على حقهم كما يحصل الآخرون؟ بتتهموا أنكم بتعملوا كده؟ واحد من المسؤولين في الحزب الوطني خرج في البي بي سي وقال الإخوان المسلمين بيجروا شكل بالمصر كده؟ أنا أريد أن تنزل هذه الكاميرات لتصور الشارع وتجد من يتصدى لنا ومن يوقفنا ويحرمنا من حقوقنا أنتوا بتضربوا الأمن بطلية؟ لم يحدث طول حياة الدماء المسلمين وتاريخهم لم يتعلوا هذا بالمرة ولكن أقول أن من تعود التزوير والكذب لا يستبعد عليه مثل هذه الاتهامات الباطلة لقد كنا يا أستاذ أحمد نحاكم ونحن داخل السجن الحربي ويقتل أناس ثم يدفنوا ثم يقدموا للمحاكمة بتهمة الهروب ثم يصدر عليهم أحكام وهم قد قتلوهم ودفنوهم في صحراء العباسية أنظمة متوالية حريصة على الكذب تجذب على شعوبها ولكن سيأتي يوم الحساب الذي لن يفلت فيه ظالم بل أكثر من هذا حسابه عند الله عز وجل يوم القيامة أشد وأنكى هناك قيادات من الإخوان المسلمين هنا في مصر مسؤول الإخوان في أوروبا الأستاذ إبراهيم مونير دكتور يوسف القرداوي طلبوكم بالانسحاب من الانتخابات لماذا لا تنسطوا إلى هؤلاء وتتخذوا قرارا بالانسحاب من الانتخابات وكما قالوا هم لتكون صفعة على وجه النظام الحاكم وكشفا للتزوير الذي ظهر مبكرا أنا أقول أننا التقينا بقيادات مصر السياسية في ثلاث لقاءات كلهم كان همهم أن مصر الآن في مفصل تغيير ولا يمكن بالتغيير إلا بالصور السلمية عن طريق صندوق الانتخابات الذين يرفضون الدخول في الانتخابات لا يرفضونها من أجل أنها أسلوب لا يصلح ولكنهم يعلمون أن هذا الأمر سيزور ولكن كل هذه القوى السياسية قالت يجب أن نحرص على منع هذه الانتخابات من التزوير وبالتالي عندما يكون هناك موقف موحد لمنع التزوير سيسترد هذا الشعب حقه ولهذا أقول لكل من ينصحنا هذه النصيحة جزاك الله خيرا نحن قد استطلعنا رأي مجلسنا الشوري وكانت النتيجة 98% مع العلم بأن كل ما سيحدث سيرتكبه الجهاز الأمني وستيرتكبه هذا الحزب الحاكم الذي أوصل البلاد إلى هذه الدرجة المتدنية قلت التقيته بقيادات مصر السياسية تقصد المعارضة ولا تتقيته بقيادات من الحكومة لا المعارضة التقيته بالمعارضة نعم ثلاث مرات وأجزاء من المعارضة طلبتكم أوسعت أو أعلنت أنها ستقاطع وطلبتكم بالمقاطعة لماذا لن تنصت لهم؟ نحن قلنا لو اجتمعت المعارضة على المقاطعة لأخذنا نفس القرار كما أخذناه في سنة 1990 لكن المشكلة عندما لا تجد المقاطعة قد أجمعت على قرار واحد المعارضة تقصد أن تجد المعارضة قد أجمعت على قرار المقاطعة الواحد فلن يكون لهذه المقاطعة أي أثر لأن النظام الديمقراطي هو فقط الذي تؤثر فيه المقاطعة يعني أنتم في حالة إجماع معارضة على المقاطعة ستكونوا طرفا في المقاطعة ولم يحدث نعم أنا عرضت هذا ولم يحدث معنا إذا ما دخلت بعض الأحزاب الانتخابات انتهى هذا الإجماع وقد دخلت الأحزاب فعلا للانتخابات فلماذا نلم نحن اللوم لكم أنتم كأنكم أنتم الذين خرقتم الإجماع الذي كانت عليه المعارضة لم يحدث لقد خرجت قبلنا أحزاب وقاموا بهذا يعني إعلان مشاركتكم في الانتخابات جاء بعد ما قامت أحزاب أخرى بخرق قرار المقاطعة لكن لم يرتبط بهذا قلنا إذا أجمعت المعارضة على قرار واحد سنكون معهم فلما لم يجمعوا عدنا إلى مجالس شغرانة ما الموقف؟ أصروا جميعا بنسبة 98% أن ندخل الانتخابات ونتوكل على الله ونتحمل هذه المسئولية عن شعب مصر ومعه حتى نسترد له حقنا وحقه فنحن مواطنون لنا كل حقوق المواطنة التي لا يمكن أن نفرض بها إذن لا مجال لديكم الآن للانسحاب من الانتخابات حتى نهايتها بإذن الله ورغم كل هذه النداءات التي توجه لكم نحن نقدم نداء لمؤسسات الدولة قبل أن يقدم إلينا نحن النداء يا مؤسسات الدولة هذه الانتخابات مفصلية سيترتب عليها الموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية القادم نتمنى بكل الإخلاص والصدق أن تكون انتخابات حرة نزيهة حتى لا يطعن في هذا المجلس وبالتالي لا يطعن على قراراته وموافقاته واليوم فقط صدرت 14 حكما كان الهدف منها وقف الانتخابات في 11 دائرة في الإسكندرية رفعنا نحن فقط هذه القضايا وتم الحكم فيها اليوم بالقضاء الإداري هل تحترم الحكومة نعم هل تحترم الحكومة هذا القضاء الإداري بمستواه الراقي والذي قال فيه القاضي لا يسمح بالطعن على هذه الأحكام إلا أمام نفس المستوى الإداري لا تذهب الحكومة وينبح القاضي إلى هذا للطعن على حكم القضاء الإداري في محكمة كما لديكم أحكم كثيرة وهذه مصيبة من المسؤول عن هذا هل نحن أم الدولة سألهم احترام القضاء واجب لأن الدولة التي لا تحترم القضاء قد أقسمت على الدستور وعلى احترامه هي تحطم أسس قيامها وأسس شرعيتها هل القضاء لن يكون هناك إشراف الآن على الانتخابات قضاء كامل يعني سيكون هناك إشراف قضاء جزء على الانتخابات نعم وأنتم في الانتخابات الماضية رغم ذلك اتهمتم الحكومة بالتزوير ما توقعك لما يمكن أن يحصل عليه الإخوان من مقاعد من خلال 130 مرشحا لكم أولا غياب القضاء عن إشرافه على الانتخابات مسؤولية الدولة التي همشت القضاء ومنعتهم أن يكون بدوره الذي يجب أن يكون عليه ثانيا الإشراف الحقيقي سيكون للمواطن المصري الذي سيصر على صوته وسيظل معه حتى يحصل عليه نحن حريصون على أن يذهب المواطن المصري إلى صندوق الانتخابات ليحافظ على صوته حتى يحقق به اختيار من يريد وهذه هي الديمقراطية وهذه هي الحرية أما أن نقول أن غياب القضاء في الإشراف على الانتخابات سيؤدي إلى ضياع هذه الأصوات نحن لن نتركها تضيع إن شاء الله كيف؟ ما هي وسائلكم؟ حرص كل مواطن مصري على أن ينزل يدلي بصوته وأن يظل حارسا بوكلائه رغم أننا قد منعنا من الحصول على الوكلاء منعتم من الوكلاء نعم ممنوعين من المرشحين يخرجوا في مواكب نعم ومع ذلك تسرون على الانتخابات وإنتوا عارفين أنكم لن تحصلوا على محاولاته لأنها الوسيلة السلمية الوحيدة للتغيير ونحن حرصين على هذه ولن نلجأ إلى غيرها وسنلجأ إلى القضاء أنت كان لديكم 88 عضو والدكتور مفيت شيئب قال لن يحصل الإخوان على ما حصلوا عليه من قبل وأنتم تعرفون وسنلجأ إلى القضاء وسنظل نلجأ إلى القضاء هتاخدوا أحكام ولن تنفذ هذا فضيحة للنظام لأن النظام الذي لا يحترم قضاءه ولا يحترم دستوره سيكون هو المدان وليس نحن لن تضيف شيئا جديدا في أن تدينوا النظام بأحكام قضائية أو بغير ذلك من الأشياء الأولى أن توجهوا جهدكم وجهد الإخوان إلى شيء ينفع الناس هذا أهم ما ينفع الناس أن يحصلوا على حقهم على حقهم في اختيار ممثليهم لن تتراجعوا لن نتراجعوا ستواصلون الشعب المصري الشعب المصري بإذن الله ستراه يقف مع جماعة الإخوان المسلمين حتى يستردوا حقهم وحقهم المسلوب ماذا؟ ما هو رد فعلكم حال القيام بتزوير فعلي للانتخابات في يوم الانتخابات؟ لنا موقفا سلميا قضائيا قانونيا إعلاميا جماهيريا أنتم متهمون أنكم تحشدون الآن لمعارك دموية يوم الانتخابات وأن مفتي الإخوان أفتى بأن يموت الإخوان على الصناديق الإخوان كما قلت أنا سيحيون على الصناديق وسيحيون أمتهم على صناديقهم حتى لا تضيع أصواتهم هباء فالصوت أمانة سنؤديها ورب العزة سيوصل هذا الصوت إلى حيث يشاء لأنه الفعال لما يريد قال له يا رب أن يبلغ صوتي قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإجابة إن شاء الله إن السيرة في الوضع الحالي يؤدي بالبلاد إلى مزيد من التدهور على جميع الأصعدة ولن يتم الإصلاح السياسي إلا عبر برلمان فاعل ومؤثر لذلك نعلن مقاطعتنا للانتخابات هذا كان قرار الإخوان المسلمين في الأرنم بالمقاطعة وقد وضعوا النظام في مأزق كما قال المراقبون لماذا يقاطع الإخوان في الأردن ويشارك الإخوان في مصر أسمع منك الإجابة بعد فصل قصير نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد محمد بديح حول مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر فابقوا معنا أهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة ضيفنا هو المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديح موضوعنا مشاركة الإخوان المسلمين في مصر في الانتخابات البرلمانية القادمة رغم أنهم جماعة محظورة كما يطلق عليها الإعلام الرسمي المصري والسلطات المصرية لماذا تشاركون رغم مقاطعة إخوان الأردن في الانتخابات الإخوان في مصر وشاركوهم؟ هذا دليل على أن كل قطر له حرية اختياره حسب مجلس شوراه وما يبحث به قضاياه وهو صاحب القرار لم يتشاوروا معكم في هذا الموضوع؟ لا يعني أنتم تتركون لكل قطر إخواني أن يقرر نشاطه السياسي ومشاركته السياسية في دولة؟ أن هذا هو الأصل ما بيننا إلا التنسيق فقط تلقبون باسم الجماعة المحظورة هنا في مصر ومن المفترض حسب ما ينشر لكم في صحيفة الأهرام على سبيل المثال تتصدرون تقريباً الصفحة الأولى كل يوم باسم الجماعة المحظورة وفي بعض الأحيان هناك صفحة كاملة في الداخل في الصحف الرسمية مثل الأهرام عن الجماعة المحظورة يعني من المفترض أن تدفعوا للأهرام كل يوم مليون جنيه على الأقل مقابل هذه الدعاية عن الجماعة المحظورة نريد أن نفهم كيف أنكم جماعة محظورة ويسمح لكم أن تشاركوا في الانتخابات وأن تدلوا بالأصوات ولكم مقر كل الصحافة الغربية تذهب لكم والعربية وفي كل مكان ما طبيعة الصفقة التي بينكم وبين النظام؟ سل النظام أما نحن فشرعياتنا من أمر الله عز وجل أن تكون هذه الجماعة تحمل راية الإصلاح وتقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الحكام لما فيه خير هذه البلاد وشرعياتنا من شعبنا الذي يعطينا أصواته والذي يختارنا في كل المحافل في اتحادات الطلاب في النقابات في مجالس الشورى ومجالس الشعب نتقدم وهم الذين يقصوننا ولا يحبون أن يكون معهم شريكا نحن شركاء في هذا الوطن نتحمل مسئولية مسيرة هذه السفينة ونقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا على أيديهم نجونا ونجوا معنا ولن نتركهم يفسدون هذه السفينة ولن نتركهم يفسدون هذا الوطن الغالي صاحب التاريخ العريق أما أن يقولوا عنا أننا محذورون فنحن نحتكم إلى شعبنا المصري وهو صاحب القرار الوحيد يا من تدعونا الديمقراطية والمواطنة سألوا شعبكم ما موقع الإخوان المسلمين ليس فقط من أصواتهم بل من قلوبهم وحبهم ودعمهم في كل المواقع هل تخليتم عن شعار الإسلام هو الحل الذي تمسكتم به طوال الفترة الماضية كشعار انتخابي لكم؟ لا لم نتخلى عنه لا يوجد على نحن أعلننا أنه شعار الإخوان المسلمين العام لأنه شعار عام شامل يشمل شمولية الإسلام بقيمه وأخلاقه التي نزلت في كل الرسالات السماوية والتي ليست هي المطلوبة بالتفسير الخاطئ أن يقولوا أن هذا شعار عقائدي إنما نقول لجميع المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين أن هذا الشعار هو الضمان الوحيد الذي إذا ما روفع على مصر الإسلامية سيطمئن لعدالة الإسلام ورحمة الإسلام والحرية التي أسسها الإسلام الذي قالها عمر بن الخطاب لابن القبطي المصري ورفع شأن هذا الرجل المظلوم في مواجهة أمير مصر قال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذه الحرية التي نريدها لكل أبناء مصر تحت راية هذا الإسلام الذي هو حل لكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها الآن وليست شعارا دينيا ولا عقائديا هذا ما أوضحه يامن يريدون أن يفتتوا في عضد هذه الأمة بالصراعات والفتن الطائفية ويتسترون وراء هذا الخبراء يتوقعون أن يفوز الإخوان بـ 15 مقعدا لا غير الدكتور مفيد شهاب هنا الأسبوع الماضي قال أن الوزراء التسع المرشحين سوف ينجحون معنى ذلك أن منافسيهم من الإخوان سوف يسقطون من الذي يتنبأ بانتخابات حرة نزيهة قبل حدوثها؟ لا قال أن الوزراء لهم انتيازات لديهم الخبرة ولديهم الوضعية التي تجعل الشعب لا بالعكس استغلال الوزراء لمناصبهم وسلطاتهم هو الذي سيحقق هذا بالتزوير وبالظلم أنت تتهم الحكومة بالتزوير قبل أن تبدأ الانتخابات؟ الحكومة قد بدأت التزوير منذ أن منعت تغيير جداول الانتخاب حتى تكون صحيحة وينقى منها الأموات وغير المقيمين على أرضها كم مقاعد تتوقع أن ينفوز الإخوة؟ لا أتوقع مقاعد ولكني أقول سنظل بكل الإصرار حتى نحصل على حقنا ونترك لشعبنا المصري هو الذي يختار ويكون له الصوت الوحيد ليختار مرشحيه ونائبيه ومجلس شعبيه في 19 أغسطس الماضي صحيفة الشروق نشرت على لسانك أن الجماعة تلقت عرضا بتزوير انتخابات الشورى الماضية لصالحها لكنها رفضت لم يحدث وأنا قلت أن هناك بعض الدوائر لما عرض علينا التزوير لصالحنا من بعض المشرفين على هذه الدوائر في المسؤولين الدوائر الانتخابية نحن رفضنا حتى لا نقبل التزوير لا لنا ولا لغيرنا كان عرض عليكم التزوير لصالحكم في دوائر بعض الانتخابات السابقة في 2005 آه الانتخابات البرلمانية البرلمانية نعم عرض التزوير لصالحكم بعض الدوائر عرض فيها لصالحكم من اللي عرض عليكم التزوير؟ بعض المسؤولين عن الدوائر هذه مسؤولين من الحزب الحاكم؟ لا أقول لك الآن هذه التفاصيل لأنها لا تحضرني لكني أقول لك أن هذه وقع حدثت ونحن رفضنا هل تلقيتم عروضا من آن لآخر ينشر أن هناك اتفاقات سرية بين مرشح الوطني والإخوان في بعض الدوائر؟ نرفض هذا تماما لأننا لا نضع يدنا في يد هذا الحزب الذي أدى بمصر إلى هذا الحال ما موقفكم من الانتخابات الرئيسية القادمة في العام القادم؟ نحن قلنا أن انتخابات مجلس الشعب هذه بروفا لما يمكن أن يحدث وحذرنا ونبهنا أن لا يكون هناك في مجلس الشورى الآن مدعى لبطلانها ومجلس الشعب الآن لأن هذا المجلس هو الذي سيبطل به انتخاب الرئيس فيما بعد وبالتالي عندما نرى ما سيحدث في مجلس الشعب لسنا وحدنا فقط نحن وكل القوى السياسية سيكون لنا موقفا آخر عندما نلتقي بعد انتخابات مجلس الشعب إن شاء الله هل ستدعمون الرئيس مبارك إذا ترشح؟ لكل حادث حديث وسيكون لنا موقف بعد انتخابات مجلس الشعب إن شاء الله ما موقفكم من التورية؟ نرفضه رفضا باتا لأننا نريد أن يختار شعب مصر رئيسه القادم بحرية تامة يعني ترفضون أن يكون جمال مبارك مرشحا للرئيسة؟ أنا قلت سابقا أن يكون إنسانا عاديا لا سلطان له ولا وصية له من أبيه وبالتالي يترشح كأي مواطن مصري بعد أن يكون ليس ابن الرئيس ويترشح مثله مثل أي مواطن مصري ويوجد التنافس الطبيعي بينه وبين جميع المرشحين على قدم المسواة فهذا حقه كمواطن مصري أما أن ينتاز امتيازات ليست لغيره فهذا ليس من حقه نحن نقول في امتحانات الجامعات أننا لا نسمح بأن يختبر طلاب أمام أستاذ في امتحانات شفهية أو يشارك في امتحانات من له قرابة إلى الدرجة الثانية هل يعقل في مثل هذه الأمور البسيطة أن أضع هذه الضمانات حتى لا يتأثر بوجود قريبه إلى الدرجة الثانية؟ هل يمكن أن يرشح الإخوان مرشحا للرئاسة؟ نحن قلنا لا ننافس بالمر على الرئاسة لأن الرئاسة الآن مغنم يحتاج إلى تضافر جميع القوة وليس مغنما نحن نريد أن يكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية يتحمل فيها كل القوى السياسية مسئولية مصر وما حدث فيها فما فيها من مشاكل وقضايا لا يستطيع حزب واحد ولا قوة واحدة ولا جماعة واحدة أن تحمل مسئولية الإصلاح كيف تنظرون بواقعية إلى مستقبل مصر في ظل الوضع الرحي مصر إذا استمرت على هذا الحال ستكون كارثة على هذا الشعب وهذا الوطن أنا أقول يا عقلاء المؤسسات الحكومية تدارقوا مصر ولا تسمحوا للحزب الوطني أن يكون ملوسا لكم وسمعتكم بما تدعمونه به الآن مؤسسات مصر ملك شعب مصر وليست ملك الحزب الوطني الحزب الوطني حزب أثبت فشله وأخذ أكثر من مرة فرص للنجاح وفشل فقد استنفذ مرات الرسوب ويجب علينا أن ننحيه عن مكانه بالوسائل السلمية التي قررها الدستور والقانون والتي هي حق الشعب المصري وحده وليس معه أحد آخر إسلام البراجيلي من مصر سؤالك يا إسلام إسلام أنا مساء الخير رسول أحمد مسك الله بالخير سؤالك أنا مسك الأول على السيد المرشد على القانون المسلمين وعايز أسأل سؤال لو سمحت يا دكتور متى تتوقع وصول إخوان المسلمين للحكم في مصر وإذا وصل الحكم في مصر إيه السياسة اللي هيتخذوها في تجاه الشعب المصري في ظل الجو العامل الحالي من العلماء والديمقراطية والتكنولوجيا والحال اللي وصل عليه للشعب المصري من موبايلات وكمبيوترات وحاجات كده وإذا الحزب الحاكم حاليا زور الانتخابات ونجح وعمل اللي هو عايزه هيبقى إيه اللي بقى الصراعات اللي هتحصل وإيه اللي هيحصل في مصر من وجهة مصر شكرا لك يا إسلام شكرا يا إسلام أحمد سعيد من الإمارات أحمد سؤالك سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام والله يا إخي أحمد معليشي أنا في صلة قرابة بيني من الدكتور محمد فمعليشي يسح لي المجال لأن أنا أتكلم برحبه لا إذا في صلة قرابة شكرا لك شكرا لك شكرا لك أنت عندك سؤال إيه عندك سؤال يسأله عندك سؤال في الموضوع أنا ليه طلب ليه طلب واحد لا نسمع يا شباب طب سؤال إسلام الآن متى تتوقع للإخوان أن يصل إلى السلطة وإيه تفسيرك لنجاح معظم الحركات مثل البعثيين والقوميين والشيوعيين وكل الملل والنحن نجحت في الوصول إلى السلطة بينما الإخوان منذ ثمانين عاما يعيشون في بكائيات المحنة والابتلاء والصبر ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى الحكم في أي دولة من الدول نحن أصحاب مشروع إصلاحي ليس فقط على قدر مصر نحن نحمل مسؤولية إسلام شامل ونور الهداية الإسلامية مع كل القوى الإسلامية التي تحمل هذه الأمانة إلى العالم كله وبالتالي مشروعنا النهضوي أوسع بكثير من هذه الدائرة نحن لا ننافس على سلطة الآن نحن حريصون على أن تكون مصر تعود إلى مجدها وإلى مكانتها اللائقة بها وأن تؤسس فيها مؤسسات ديمقراطية تحقق الوصول إلى السلطة بالطريقة الديمقراطية وهذا يستدعي أن توضع هذه القواعد وتؤصل وتؤسس وتضم إلى الدستور الذي تم تشويهه عن عمل هل هذه بالمطالب أم هناك طرق سلكها هؤلاء ووصلوا وأنتم الآن عاجزون عن الوصول ونحن سنظل بكل الوسائل القانونية والدستورية والشعبية أنت تعرف أن الوسائل المتاحة لن توصلك إلى شيء ستحقق بعد صبر إن شاء الله لأننا على يقين أن هذا الشعب المصري الذي أقام 72 احتجاج في شهر واحد وقام برفع 70 ألف قضايا فساد في سنة واحدة هو سيتربص لهذا الفساد وهذا الاستبداد ليزيله لأن هذا الشعب أراد الحرية تؤمل على الشعب بإذن الله تعالى وأنا واسق أن الله عز وجل إذا وجد من هذا الشعب هذه السقة وهذا اليقين في وعد الله سيقف وقفة والله عز وجل ناصره ومؤيده والخوف اللي يعيش في الناس من عشرات سنة لسنا نحن السبب فيه السبب فيه هذا النظام الفاسد الذي استخدم وسائل الأمن أصبحت وسائل رعب المفروض أن هذا الاسم يشيع الأمن والأمان في قلوب المصريين نحن نتعرض وما زلنا إلى الآن لزائر الفجر للاستلاء على الممتلكات وإغلاق الشركات إلى سجن الإخوة الأفاضل والأخ المهندس خيرة الشاطر قد قدم إلى محاكمات مدنية ثلاث مرات وتبرئه ويصر النظام على تحويله إلى محاكمات عسكرية وما زال قابعا في السجن تحت هذا الظلم وأمثاله كثيرون هل تتصور أن هذا أمر يسكت عليه أو يتصور أحد أننا عندما نقف لنقول للظالم يا ظالم عندما نقف كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو علمه فإنه لا يقدم من أجل ولا يؤخر من رزق مجل التايم في الأسبوع الماضي قالت أن خوف الغرب من الإخوان المسلمين هو الذي يقف وراء عدم دعم الغرب للديمقراطية في مصر والدول العربية هذا الدعاء أنتم تخيفون الغرب ومن ثم هذه الأنظمة التي تصفونها بالدكتاتورية الغرب يدعمها خوفا منكم هذا الغرب هو الذي أشاع الإسلاموفوبيا وهو يعلم تماما أن هذا الإسلام نور هداية هو نفسه يعلن الخوف من أسلامة القارة كيف ينتشر الإسلام في القارة إلا عن طريق هذه الدعوة الطيبة الناصعة البيض التي انتشرت في مثل هذه القارات وصل إلى جنوب شرق أسيا بتجار المسلمين بالمعاملة الطيبة لم يقولوا هناك لأن لن تكون ميديا مضللة تقول له الخوف من أسلامة جنوب شرق أسيا لقد انتشر الإسلام هناك بهذه المعاملة الطيبة ولم ينتشر بقهر ولا بإجبار ولهذا من يخوفون الناس من الإسلام هم المغرضون هم الذين يكونوا مصدر الخوف منهم لأنهم يخوفون من الإسلام لأنه سيقدم لهذه البشرية النور الذي تحتاجه وطوق النجاة التي هي في أمس الحاجة محمد السروجي من مصر سؤالك يا محمد محمد رحيم التحية إليك أستاذ أحمد وإلى ضعفك العزيز فضيلة المرشد أقول أن مصر وقعت دينة فكاية من رلالات الأمن ورجال الأعمال أنا أتوقع كما قلت حضرتك أن سيكون هناك قدر من التزوير وأتوقع لو حصل تعبئة شعبية قد يقبل هذا التزوير سؤالي يا فضيلة المرشد هل هناك إجراءات وقائية أعدتها الجماعة للتعامل مع مثل هذه الأحداث إذا حدث تزوير وزادة الاحتقان أو حالت بعض حالات الفوضى داخل المجتمع المصري هل لدى الجماعة تصور في استيعاد هذا المجتمع خاصة أنها تحرص على استقراره وإمنه شكرا لك يا أستاذ أحمد شكرا فضل نحن نريد أن نسجل هذه الجرائم ونطالب برقابة دولية تأتي كي ترى هذه المواقف لتسجلها وتزيعها وتنشرها لقد منعت وسائل الرقابة المحلية وكاميرات التصوير والتصوير الخارجي لهذه المؤسسات الموجودة على أرض مصر منعت وقد رأيتم بأنفسكم كيف أن كبار الإعلاميين في مصر يشتكون الآن منه يطلب منه أن يأخذ تصريحا قبل النزول إلى الشارع بثلاثة أيام لتصوير الوقائع كيف سيتوقع حدوث الوقائع حتى ينزل يصورها الآن في عصر السماوات المفتوحة هذا أسلوب لم يعد يجدي الأخبار تصل والصور تنتقل والفضيحة ستكون مدوية إذا أصر النظام على هذا الأسلوب أما نحن فنحن نطالب الشعب المصري أن ينزل ويحمي صوته ويحمي صناديق صوته حتى تظهر النتائج الحقيقية وأنا أعتقد أن الشعب المصري بإذن الله سبحانه وتعالى سيقوم بهذه المهمة ونحن ومعكم سنرى هذا الأمر ونطالب المعاقلين من الحكام والمسؤولين وفي المؤسسات الدولة أن تتدارك مصر قبل أن يتسببهم في فضيحة عالمية مدوية أنا لا أحب أن تسقط قطر الدم واحدة من مصري فهي غالية وثمينة لكن على من يستخدمون البلطجية في كل الدوائر أصبحت صورة فاضحة لاستخدام البلطجية تحت سيطرة الأمن وإشراف الأمن أخي الكريم نحن نرى أن هذه النمازج لم يتم اعتقال بلطجي واحد في كل هذه الجرائم التي تمت هل كانت محاولة اغتيال الكتتنية رسالة لكم؟ ونحن لا نقبل مثل هذه الرسائل نحن ماضون وبإذن الله سبحانه وتعالى محافظون على ثباتنا على موقفنا ونقول لمن يريد أن يستخدم هذه الوسائل أنت المحاسب على كل قطر الدم ستراق على أرض مصر من يد مسلم أو مصري لأخيه المصري في هذه الانتخابات أما نحن فلسنا لا دعاة عنف ولا حتى نرضى عن العنف حتى لو ارتكبه غيرنا نحن نرفض العنف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن هذا وقال ما دخل الرفق في شيء إلا زانا وما خرج من شيء إلا شانا وأنبه الحكام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لكم أو يدعو عليكم اختاروا لأنفسكم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه عبدالناصر من الكويت سؤالك عبدالناصر تحياتي لكم والسؤالي هو إذا كان الدستور معطل بإكرار الإخوان لماذا مصررين على العمل بالدستور الثاني سؤال بالنسبة للأخوان المسلمين كانوا السيد فضيلة المرشد كان من الجناح المتشدد دلوقتي شايفينه من الجناح المعتدل نسبيا تالت شيء إذا كان التعديد الانتخابات الرئاسية ليه وإحنا في انتخابات حاليا ليه بنهدده بالانتخابات الرئاسية وشكرا إذا كان الدستور معطل لماذا تتمسكون بالدستور لأن وصيلة إصلاح الدستور هو نفس الوسائل الدستورية أن نطالب بتغيير هذا الدستور وتكويل لجنة عليا تضع دستورا جديدا يليق مصر يا أستاذ أحمد أساتذة الدستور المصريين هم الذين شاركوا في صياغة دستير الدول العربية لا يعقل أن لا نسمع لهم هذا الصوت الناصح الأمين عندما يقول جهابزة الدستور المصريين وأساتذته الأفاضل ومختشاره وقبراءه أن الدستور المصري من 211 مادة به 150 مادة لا تمط إلى الدستورية بصلة هل يعقل أن تكون المادة 76 أسوأ مادة في تاريخ دستير العالم تكون سب في جبين مصر أن يكون في دستورية هذه المادة التي أنا أعتقد أن بعد زوال هذا النظام ستدرس كأسوأ نموذج للتلاعب بالدستور والرغبات الخاصة التي ضمنت في مادة دستورية مشينة كما يصفوها أنها سوأة دستورية وليست مادة دستورية نحن سنطالب بالوسائل الدستورية لتغيير الدستور وإعادة دستور يليق بمصر صاحبة التاريخ العريق الدستور اسمه في اللغة الإنجليزية كونستيوشن أي أنه جسد متكامل لا يصلح فيه هذا الترقيع الذي تم ب34 مادة يتلعب بها المشرع تم في ظله 88 أعضوه من الخاصة نعم وأعلنوا رفضهم وهذه القضية أنت عندما تعلن رأيك فقد قمت بواجب هذه البلد عليك وواجب دينك عليك أما أنت لا تملك أن تغير إلا أن يستمع لك المنصوح ويسمع النصيحة ويستفيد بها نحن ننصح إن عليك إلا البلاغ أما إذا لم يستمع المخطئ إلا النصيحة فماذا نملك له لا تملكون إلا الكلام لا نملك المواقف بفضل الله سبحانه وتعالى تسبق مواقفنا كلامنا وبفضل الله سبحانه وتعالى ستكون المواقف يوما ما هي الفاصلة في هذا البلد الطيب صاحب التاريخ العريق وصاحب المواقف المشرفة مع الوطنيين من أبنائه إيه مفهوم أن المواقف ستكون فاصلة يوما ما عندما يطالب هذا الشعب بحقه ولا يسمح لأحد أن يجري عليه ما يكرهه أو يطبق عليه ما يرفضه الشعب المصري كما قال الشاعر إذا أراد الحياة لا أقول لابد أن يستجيب القدر فالقدر هو الفعال لما يريد لابد أن يستجيب النظام وكم من بلاد ودول شعوبها هي التي أكبرتها قد رأيتم ما حدث في حرب العراق وجميع الدول وجميع الحكومات الأوروبية والأمريكية عندما وجدت أن حكوماتها الشعوب الأوروبية والأمريكية عندما وجدت أن حكوماتها اشتركت في هذه الجريمة انتهزت أول فرصة انتخابات حرة وأسقطت كل هذه الحكومات بل الأحزاب التي جاءت بهذه الحكومات أليست هذه الشعوب حية؟ نحن لسنا أقل منها بإذن الله سبحانه وتعالى وسيكون الشعب المصري وفي طليعته الإخوان المسلمين أصحاب هذه التضحيات من أجل عودة مصر إلى مكانتها من وقتنا ومن جهدنا ومن سجون واعتقالات وظلم نرجو أن يقوم الناس جميعا بالوقوف مع المظلوم ومع هذا الشعب في كل بقاء الدنيا الأحرار يجب أن يقفوا مع الشعب المصري ليسترد حقه ولهذا نطالب بالرقابة الدولية من الأمم المتحدة حتى تكشف هذا النظام وفضائحه في انتخابات نحن نحذر من أنها إذا كانت غير شرعية فسيكون الانتخاب المبني عليها لرئاسة الجمهورية غير شرعيا أيضا المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع شكرا جزيلا لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم يؤصفني إبلاغكم أن رئيس حزب الوفد دكتور سيد البدوي رفض المشاركة معنا في هذا البرنامج لأسباب لا نعلمها قدمنا لكم رؤية الحزب الوطني الحاكم ورؤية الإخوان المسلمين من خلال مرشدهم وكذلك رؤية الأحزاب المقاطعة للانتخابات في الختم عن كل لكم تحية فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة ونترقب معكم انتخابات الأحد القادم وهذا أحمد منصور وحييكم بلا خدوة من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة